ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم أطلعنا على أبرز الفعاليات التحضيرية لأعمال منتدى شباب العالم منذ صباح اليوم استقبل مركز المؤتمرات هنا في مدينة شرم الشيخ من أرض السلام الوفودة التي كانت قد بدأت بالأمس وأول أمس بالتسكين هنا في شرم الشيخ بدأت الوفود بالدخول لقاعات المؤتمرات وقاعات ورش العمل منذ صباح اليوم ولكن خلال دخول هذه الوفود كان هناك بالطبع تنصيق كامل إما عن طريق نقلهم بالأوتوبيسات الخاصة بمنتدى شباب العالم لمركز المؤتمرات وأيضا التأكد من خلوهم من أي من شبهات فيروس كورونا أو أي إصابات فيروس كورونا أو حتى المتحول الجديد أوميكرون عن طريق إما الكشف السريع لفيروس كورونا أو حتى الكشف عن طريق الروبوتات الآلية المتواجدة على أبواب القاعات وأيضا هذه الروبوتات التي ساعدت على تعقيم الوفود قبل دخولها لورش العمل داخل القاعات المختلفة يعني ربما أيضا رصدنا خلال دخول هؤلاء الوفود للقاعات استخدام التحول الرقمي والنظم الرقمية الجديدة عن طريق الـ QR Code أو كل شخص له كود خاص به يستطيع عن طريق هذا الكود وهذا الكرت الخاص به دخول القاع عن طريق إلكترونيا وليس عن طريق فقط التفتيش الذاتي من الأمن الخاص بمركز المؤتمرات أيضا خلال الندوات كان هناك ندوة هامة جدا عن مبادرة حياة كريمة وهي الخاصة بالتنمية المجتمعية يعني رصدت ردود أفعال الوفود الأجنبية والعربية لهذه الندوة التي نتحدث من وجهة نظرهم عن أهمية هذه الندوة وكيف من الممكن أن تؤثر في حياة المتأثرين بها من الشعب المصري وأنها خطوة هامة جدا لتطوير الحضاري الخاص بالشعب المصري سواء كان الثقافة أو حتى البنية التحتية المختلفة أيضا كان هناك حضور من جميع بلاد العالم ما يقرب من 160 دولة بالفعل حضروا اليوم وهذه فقط الورش التحضيرية اليوم وغدا نستبدأ الاثنين القادم الورش الرئيسية لمنتدى شباب العالم كريم يعني بخلاف جلسة التحضيرية حياة كريمة ما هي الورش الأخرى التحضيرية والتي من الممكن أن تعزز الحوار وتبادل الثقافات فيما بين الشباب الحضور كان هناك عدد كبير من الورش ربما من أهمها هي التبعات ما بعد فيروس كورونا وكيف يتعامل المواطن بشكل عام أو الشخص في مصر أو خارج مصر وبعد فيروس كورونا عن طريق بتطبع هذه المهن التي من الممكن أن نفقدها بسبب فيروس كورونا وأيضا القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وشارك الوفود بالفعل في آراء مختلفة وأيضا شاركوا بحلول مبتكرة من الممكن أن يتم تطبيقها فيما بعد لهذه المهن التي من الممكن أن تنقرد بعد جائحة كورونا كانت هذه نقطة هامة في الورش كان هناك أيضا ورشة خاصة بالتنمية المستدامة التنمية بشكل عام سواء كانت التنمية الخاصة بالبشرة أو حتى التنمية الخاصة بالبنية التحتية المختلفة ولكن جزء أيضا من التنمية المستدامة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر والاستراتيجية التنمية المستدامة 2063 للقارة الأفريقية وتحدث العديد ربما عن نقطة هامة وهو الأمن المائي وكيفية التعامل مع الأمن المائي وكيفية أيضا التعامل مع البلاد التي من الممكن أن تجور على حقوق جيرانها المائية وكيف من الممكن تصحيح هذه المصارات بالطرق السلمية الصحيحة نعم كريم بيبرس كنت معنا من شرم الشيخ شكرا جزيلا لك